تورا بدون مشاركة إيران التي تعد دولة إقليمية كبرى والتسوية بدونها ستكون محفوفة بالمصاعب وقال بوشكوف إن دول الاتحاد الأوروبي موافقة على مشاركة إيران في حين تشكك الولايات المتحدة بهذه المشاركة وتقف السعودية والدول الخليجية وإسرائيل بحزم ضد مشاركة إيران وتبع بوشكوف أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تنفيذ مهمة تعزيز الاستقرار في هذه المنطقة ونتائج سياستها فيها كارثية ومنها ما يسمى الربيع العربي حيث كانت نتائجه قاتلة وشنيعة لجميع الدول التي مر بها فسوريا كانت الجنة قبل بدء النزاع المسلح فيها والولايات المتحدة تمارس عمليا زعزعة الأوضاع في كل مكان إما عن عمد أو عن عدم قدرتها على حل المسائل في المنطقة وأمل بوشكوف بأن لا يتغير موعد عقاد مؤتمر جنيف 2 نأمل بأن لا يتم تأجيل مؤتمر جنيف 2 والتأجيل المتكرر يعطل آفاق وإمكانيات الاتفاق الاتفاق في جنيف سيكون معقدا نظرا للتلوين الكبير في صفوف المشاركين فيه فالكثير منهم يفترض شروطا مسبقة وغير مقبولة للحكومة السورية التي تسيطر على الوضع في البلاد وتوجه الدربات الثقيلة للمجموعات الإرهابية والمؤتمر لا يعد خطوة ما لتخلي الحكومة عن السلطة ويجب عليهم أن ينسوا هذه الفكرة والأهم في الموضوع هو تقليص مساحة العنف في البلاد ودور السعودية في تمويل وتسليح المجموعات المتطرفة كبير جدا وهو اليوم أكبر من الدور القطري والمساعدات التي تقدمها السعودية تعد بالمليارات من الدولارات نتيجة موقفها